بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأم الحقيقة كانت تضع حماها اللي هو أبو زوجها في غرفة منعزلة أقل أحقر غلفة في حديقة البيت كانت تضع حماها فلاحظت ابنها وهو يرسم رسمة جميلة جدا يعني فقالت له ماذا ترسم يا ابني قالت إنني أرسم بيتي الذي سيعيش فيه في المستقبل هذه غرفتي وهذا مكان للطعام وهذا مكان لاستقبال الضيوف ثم قالت له وما هذه الغرفة البعيدة قال إنها غرفتك أنت وأبي قالت ولي ماذا تضعنا في هذا المكان المنعزل فقال لها الطفل لأنك وضعت جدي في هذا المكان الأم أصيبت بزهول شديد وحدث لها صدمة كبيرة جدا الحقيقة طبعا بسرعة بعد أن بكت ورجعت حسابتها وجدت إن هي فعلا تتجني حصاد ما زرعت والإنسان وقال ليس الإنسان إلا مساعد حقيقة فبالسرعة غيرت كل شيء وتخير أفضل غرفة ووضعت فيها أبو زوجها وبعد ذلك قصت تلك القصة على زوجها حينما جاء من العمل فقال لها ابنها من الذي قالت له ينبغي أن نضع جدك في أفضل مكان فتبسم الطفل وقال لها إنني أريد أن أعيد تلك الرسمة وأضعك أنت وأبي في أفضل غرفة هذه قصة جميلة حقيقة نستفيد منها حالات مهمة جدا إن الإنسان فعلا سيحصد في الدنيا ما زرعه ربنا عز وجل الذي يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه سبحانه وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى يعني ما تقدمه لخير سيده لخير من أهم الأشياء إن بر الأباء تجده في أبنائك البر دين ما تقدمه لأبائك هو ما سوف تحصله من أبنائك بعد ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بروا آبائكم تبروكم أبنائكم الدرس الثاني والمهم الحقيقة إن إحنا لابد أن نعلم أن الأبناء دول أمانة وأن كل شيء بتفعله مع أولادك بينطبع في ذهنهم ومشاعرهم وحواسهم وبالذات في سن الطفولة يعني علماء النفس يقولون إن تتكون شخصية طفل حتى خمس سنوات يبقى كل التصرفات والسلوكيات التي يراها الطفل تنطبع في مشاعره وأحاسيسه وتتكون منه شخصيته بعد ذلك ولذلك نخطأ خطأ كبير جدا عندما ننشغل عن أبنائنا ننشغل بالإنترنت والموبايل ونقعد على الفيسبوك في الحياة التي لا تفيد ونترك لأبناء بعض الأمهات للأسف الشديد بتقعد بالخمستاشر والعشر ساعات مع الموبايل وتترك أبنائها الأبناء يحتاجوا رعاية يحتاجوا تربية يحتاجوا تفهيم قضية مهمة جدا يعني ابنك لو معلمتوش إنه يصلي من الصغر لن يصلي بعد ذلك لن يتعاود على ذلك اغرار غرص القيم العليا وده أفضل ما تقدميه لأبنائك لأن الحقيقة لما الأبناء يتعلموا القيم العليا للصدق والأمانة والمروءة والشهامة كل ذلك سيكون جزء من شخصيته إنما نترك لهم الأموال والصراء وليس عنده قيم كل ذلك سيضيع وستبقى القيم والحقيقة أنا أرى كثير جدا من الناس النكحين بدأوا من صفر بس كان عنده قيم عليا دي اللي خلته رجل عظيم في هذه الدنيا